ونستمر مع الفبركات المتعلقة بالإخشيدي الأكبر أي قيس سعيد وخبر مزلزل يقول السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم يعتذر من الرئيس قيس سعيد على زج حركة النهضة وإتلاف الكرامة بأمريكا في الأزمة السياسية في تونس ويعتبر أن ما صدر عن المدعو راشد لخياري هو نوع من الهديان والجنون السياسي الذي لا يمكن السكوت عنه السفير الأمريكي أكد أيضا أن أمريكا تحترم إرادة الشعب التونسي الذي اختار قيس سعيد بالملايين في الانتخابات ولا يمكنها أن تقفز على هذا المعطى ولن تسمح للإخوان في تونس بضرب العلاقة الثنائية المشتركة بين أمريكا وتونس مصادر مقربة من قيس سعيد أكدت أن هذا الأخير يجاهز الآن أكثر من سيناريو لمزيد خنق حركة النهضة والحزام الدعم للحكومة المستقيلة في نظر قيس سعيد والتي تواصل العمل بلا أي سند دستوري وللموضوع بقية وتتم المضحك المبكي هو أن السفير الأمريكي في تونس لم يقل كلمة واحدة وردت في المنشور بل إن هذه التصرحات الوهمية روج لها على منصات التواصل الاجتماعي تزامنا مع لقاء السفير الأمريكي برئيس الحكومة هشام المشيشي والذي هو على خلاف مع قيس سعيد وأكد السفير خلال اللقاء أن بلاده تدعم الحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وبالفعل توجه وفد حكومي إلى واشنطن بشأن هذه المفاوضات لا أكثر ولا أقل لكنكم تعشقون اللغة الحشبية وبعضكم يهيم وجدا بقيس الإخشيدي ترجمة نانسي قنقر